بعد إبقائها أربعة أشهر متتالية رفعت منظمة أوبيك توقعاتها لنمو الطلب العالمية على النفط لهذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى مليونين وخمسمائة ألف برميل يوميا بينما أبقت عليها عند مليونين ومئتين ألف برميل يوميا للعام المقبل بحسب ما جاء في تقرير أفاق أسواق النفط في نوفمبر في المقابل رفعت منظمة توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج أوبيك للشهر الرابع إلى مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا في عشرين ثلاثة وعشرين مقابل مليون وسبعمائة ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة نتيجة تزيادة إمدادات الخام من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج والصين فيما أبقت أوبيك توقعاتها للطلب على نفطها في عشرين ثلاثة وعشرين وعشرين أربع عشرين دون تغيير عند تسعة وعشرين مليون ومائة ألف برميل يوميا وتسعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف برميل يوميا على الترتيب أوبيك أبقت تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في عشرين ثلاثة وعشرين عند اثنين فاصل ثمانية في المائة رغم زيادة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي كما أبقى توقعاتها للنمو العالمي في 20-24 عند 2.6% مع تراجع أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر توقع محللون النفطيون لوكالة بلومبرغ أن تواصل السعودية تمديد خفض إمدادات الخام بمقدار مليون برميل يومياً في 20-24 المحللون أشاروا إلى أن التمديد السعودي أصبح الآن أكثر احتمالية بالنظر إلى أن السوق النفطية قد تواجه فائضاً كبيراً في المعروض خلال النصف الأول من العام المقبل يرى المحللون أن خفض الإنتاج المطول من جانب المملكة سيلحقه قرار مماثل من روسيا ما قد يحد من المزيد من الانخفاض في الأسعار خفض بن جولدمن ساكس توقعاته لأسعار النفط للعام المقبل وذلك نتيجة توقعات بارتفاع الإمدادات من المنتجين بما في ذلك البرازيل وفنزولا ونيجيريا مرجحاً تراجع الطلب على الوقود في ظل التقص الدافئ خلال الربع الأخير من العام الحالي جولدمن ساكس توقع في مذكرة بحثية أن يصل متوسط سعر خام برينت إلى 92 دولار للبرميل في العام المقبل من 98 دولار كان يتوقعها سابقاً وتوقع البنك تباطؤ نمو الطلب على الخام إلى 1.600.000 برميل يومياً في العام المقبل بعد زيادة المتوقعة بنحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً هذا العام نظرة على الأسعار برينت أيضاً حالة من الاستقرار في الأسواق برينت كما رأينا كان على بعض الثبات أيضاً خامس تاكسس الأمريكي الخفيف ارتفاع متواضع بعد تراجعات حادة كانت تعرضت لها أسواق النفط مع نهاية الأسبوع الماضي شفنا تراجع بأربعة في المئة لتسجل أسواق النفط الأسبوع الثالث على التوالي من التراجعات وهذه التراجعات تأتي على الرغم من الارتفاع بشكل واضح يوم الجمعة الماضي اليوم مع بداية التداولات نوع من الاستقرار وحالة غير واضحة في حركة الأسواق النفط لنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من دبي روبين ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبين دعنا نبدأ من الأرقام التي صدرت عن أوبيك في تقرير أوبيك مليونين ونصف المليون برميل توقعات زيادة يومية في العام المقبل رفع للتوقعات ما رأيك؟ نعم رأينا هذا الارتفاع البسيط في الطلب في الربع الرابع ولا تغيير في الطلب بنسبة للسنة المقبلة ولكن هذا اتجاه صعودي للطلب خاصة في السنة المقبلة وكان هناك هذا الفارق منذ فترة بين رؤية أوبيك ورؤية وكالة الأطق لطالما كان هذا الفارق موجودا وسيكون لديه أهمية في السنة المقبلة بالنسبة أيضا لتوقعات أوبيك هي رفعت أيضا يعني بس عم طلع الرأم أي تقول أوبيك أنه إنتاج المنظمة من الخام ارتفع إلى 27 مليون 900 ألف برميل في أكتوبر دعني أخذ منك تعليق على هذا يعني المنظمة نفسها ترفع إنتاجها من الخام في الوقت الذي تقوم السعودية وروسيا بخفض الإنتاج الطوعي في الفترة الأخيرة ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق والأسعار وأيضا للعرض والطلب؟ نعم بالفعل رأينا ارتفاعا في الإنتاج من قبل بعض الدول ضمن الأوبيك منها إيران بشكل أساسي والعراق بالإضافة إلى خفض من قبل المملكة العربية السعودية ولكن أيضا فنزويلا هذه مشكلة نوعا ما للمملكة العربية السعودية لأنها قامت بهذا الخفض الطوعي وقالت أنها ستستمر به حتى نهاية السنة ربما حتى 2024 أيضا ولكن في نفس الوقت بعض عضاء الأوبيك يزيدون الإنتاج وروسيا أيضا في الأوبيك بلس ترفع من الإنتاج هذه مشكلة لأن هذا يساهم في ضعف الأسعار أما المملكة العربية السعودية فهي من يتحمل العبئ الأكبر من عمليات الخفض الطوعي هذه فيما تقوم دول أخرى بزيادة الإنتاج أما إيران فهي لم تعد تحت قيود كثيرة ويمكنها أن تبيع بقدر ما تشاء عندما نتحدث عن إيران نتحدث أيضا عن فنزويلا في المرحلة المقبلة اليوم أيضا رأينا من تقرير أوبيك بأن هناك دول أخرى مثل الناروج رفعت إنتاجها في الفترة الأخيرة أيضا ماذا سيعني هذا بالنسبة للسعودية سعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم ماذا سيعني لها على المرحلة المقبلة هل سنرى استمرار في خفض الإنتاج أو تغير في نسب خفض الإنتاج ربما بالنسبة للدول الغير العضو في الأوبيك والأوبيك بلاس مثل النرويج والأهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقوم بالكثير إزاء هذه الدول فالأسعار ليست عالية جدا ولا منخفضة جدا وبالتالي لا يمكن أن نقول أن السيطرة قد فقدت على السعر أو على الأسواق ولكن صحيح أن الإنتاج النرويجي سيرتفع بسبب اكتشاف حقول جديدة ولكن هذا لن يظهر قبل سنتين من الوقت تقريبا وبالتالي المملكة العربية السعودية سوف تنظر أكثر إلى زملائها في الأوبيك بلاس لأنها تستطيع أن تسيطر أكثر على هذا النادي ولا تريد طبعا أن ينخفض مستوى الانضباط في الأوبيك سعر الخام في هذه المرحلة متراجع منذ بداية العام على كل من برينت وخام وستكسس هذا التراجع الذي نرى حوالي 4-5% على الخامين ما هي قراءتك؟ كيف تقيم سعر النفط في هذه المرحلة؟ رأينا ارتفاعا جيدا في الربع الثالث ولكننا اليوم نرى المزيد من الضعف هناك الكثير من التشاؤم بسبب الطلب بشكل أساسي ولكن التقارير الأخيرة عن الطلب متفائلة خاصة الطلب الصيني وأيضا هناك طلب منطقي مقبول في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأسواق بشكل عام تبحث عن بعض المؤشرات المتشائمة وعن هذا الطلب أيضا المتدني من الصين لذلك نرى هذه الأسعار التي انخفضت أكثر من 90 دولار إلى أدنى من 90 دولار أقصد منذ بضعة السابيع وحتى 80 دولار وهذا كله يعود إلى الطلب بالإضافة إلى الإنتاج الإضافي الذي تحدثنا عنه للتو روبين ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة معنا من دبي شكرا جزيلا لك